موسيقى تعرف حبيبي بس لما تطل بشعر انا انو الدنيا صارت ضحك عالحل شو بحب لما بتمرق بالي تسلم علي تبوسني وتفل تعرف حبيبي بس لما تطل بشعر انا انو الدنيا صارت ضحك عالحل شو بحب لما تمرق بالي تسلم علي تبوسني وتفل الانسان خلاصة اوجاعه الانسان خلاصة الاشياء اللي بيمرق فيها الكتابة هي شكل من اشكال التطهر من الوجع يمكن الشاعر بحاجة لشي من هالنوع لحتى يكتبه بقلك شي بوقت من الاوقات انا بفتعل مشكل مثلا مع زوجي لان بدي اكتب فبيعز الفرح الفرح بيغريكي تعيشيه الاشياء الحلوة بتغريكي انك تصير تعصريعه اخر حبي بالحياة بتصير بدك شي يبكيكي او يوجعك شوي لتطهري منه على الورق على بياض الورق انا كتبت عمري سبع سنين وكتبت اذا بدي كمان على حفة وجع كتير كبير يعني ثمن ولادة القصيدة كان وفاة والدي يعني بقال لهم لحتى يولد شيء هالقد جميل لازم يكون خسارة هالقد كبيري اكيد كنت بتمنى انه يضل والدي وحتى لو ما كنت شاعرة امي وقفت كتير حدي الدور المساند الدور اللي لعبته بانه تنمي هاي الموهب يا اما اطفال نحنا مشوفهم عندهم مواهب يعني ما منتوقعها بس الاهل يا بيهتموا انه هالموهب تكبر وتشئ طريقة يا اما هني بيقتلوها ارنو الى المرآتي عمرا غير اني لا اراني ما عدت قلم حصورتي لكأنما ظل يحتواني يعني المرايا هي هي انك تبحث عن الشخص اللي بدك تكونيه الشخص الواقع هيدا هيدا مش مسؤولي انت عنه هيدا بحس انه بده وقت لحتى الواحد يقدر يلتقط نفسه بخفاياها وهي جمالية يعني قلتلك هاي مسألة البحث مسألة التأسيس لحدها هالقد من جوه متصالح مع نفسه لابد اكيد راح لقيني بيوم من الايام لابد راح لقي الخلاصة الشخص اللي بيطمح ان يكونه بس بالنسبة الي يعني متفائلي اني فعلا انه هيدا التأسيس اللي عم بعمله الشعر اللي عم بكتبه التواصل مع الاخرين انه كله هيدا بطريق يعني البحث او التفتيش يعني انه كله هاو دي بساعدوني انه انا لقي الشخص اللي بديه بالامرائي ارنو الى المرآة عمرا غير اني لا اراني ما عدت ألم حصورتي لكأنما ظل احتواني اوجف حصر مرغبتي تحت اللسان لثوب عرس في مجرة شهوتي ليعيد نحو منابع الروح الاماني وصهيل اعضائي تكاثر في المدى لكن توارى خلف احلام الكرة الضمأة حصاني وقبالتي ظهرت عوانس وحدتي تمحو ظلال غيابها سر الزمان طبع المرايا انتخونة وطبعها تنقى بنا غربا كأضاد المعاني والعمر اضيق من قميس انوثة ينشق عن رمان عشق ضج في جسد يعاني ما عدت ابسرقاتي لكأن مستن لفني فدخلت مختبر الحواسي يضيء لي شمع الحقيقة بين انسي وجاني انا بقول القصيدة بتجي هي لحالة يعني مش انا باخد قرار اني انتظر بس الشعر شو اللي بيتطلبوا منك بيتطلب انو وقت اللي تجي القصيدة ودق بابك لازم تكوني حاضرتي لك انا حدا خاين بهالمطرح الشعر بيخونك اذا ما كنتي وفية الو فهون انا عم كون فعلا عم بخونه بمطارح لانه ما عم بستقبله بالحفاوي اللي لازم انو يستقبل فيها انا كتير قصايت ظلمتهم لانه فعلا مش قايمي ولا مسجلتهم ما بفوت حدا على مطبخي الشعري انا بقدمه الطبق جاهز هو القصيدة لذلك الناس بتشوف حلاوتها بالاخر ما بتشوف انا شو عملت او شو خزقت وراه او شو تكركبت او اداء تعذبت اذا كتبت قصيدة او لا مع انو في بعض القصائد بأكدلك انه بتجي فاردة نفسه ما بتحتاجي لانك تسهر ليالي ولا انك تعز بحالك بتجي خلص قصيدة بتجي بتخلص وفي قصائد بيطلع معي المطلع بعد سنة لا قدر كفيه يعني الشعر عالم بحد ذاته الشعر اللي بحس حاله انه كتب القصيدة اللي لازم يكتبها بكون افلس انا امرأة لغير زمانكم خلقت منمقة كطوق من رياحيني على كفية قامت ثورة الانثى وفي رأسي ملايين الدواويني موسيقى هذا الزمن للأسف الشعر فقد حضوره فقد خصوصيته فقد مكانته بوقت ان الاوقات كان الشعر لسان حال قومه كان وزير اعلامهم كان الناطق باسمهم اليوم الناس عم تنتصر لاشياء اخرى على حساب الشعر يعني تحس انفضت الناس عن القراءة جيل بيأكملوا في هو بينه وبين القراءة وبين متابعة الشعر بحس يمكن شوي لورا كان بعض حضور الشعر هيك طاغي لما كان يقدر الشعر يكون هو الشخص المؤثر بمحيطه ياريت مع انه بقول دايما انه انا متفائلة بهذا المجال انه لا يصح الا الصحيح نحنا امي لا تؤمن الا بما هو موفق ومكتوب يعني القراءة رح ترجع تستعيد مكانتها الورق رح يرجع يستعيد مكانته مع اني مش ضد العالمة يعني اليوم بتفوتي صار كل شي متاح لقلك كابسة زر بتشوفي الشاعر اللي بدكيها القصائد اللي بدكيها بس ما حدا عم يتوجه بهذا الاتجاه يعني كله بيروح للاستسهال وحتى القراءة الجرائدية بطلت موجودة يعني حتى الجريدي شوفي اليوم الجرائد فلست وتسكرت نتيجة انفضاد الناس عن القراءة يبكي الغمام على غيابي وأرامل مذبوحة الأحلام دقت تحت وحشة حزنها المكسور بابي ومن السوادي تطل مريم أمياتي تمخر الأحزان تحسن عن فضاءات الشبابي موت الأحبة غربة جبلت بقهوة دمعها المرة ثيابي وبقيت وحدي فوق أطلال المدى في الصبح أخرج للصلاة علي في الرمق الأخير كالريحي أقرع كل يوم باب موتي أمططي خيل النهايات المفير الله يرحمه الكبير أنسي الحاج قال لي أنه الشعر ما له بوابي وحده مطرح ما بتدهش شيء فيك تكتبه ممكن تكون قصيدة مغنات ممكن تكون قصيدة محكية عادية ممكن يعني مش مهم اللهجة أو الثوب اللي بيرتديه الشعر أو القصيدة المهم أنك بها القصيدة تكون قادرة عم توصل شيء بالأغنية الشيء الوحيد اللي مطلوب هو أنك تخفف الأغنية من الخيالات تخفف الأغنية من الصور الكتيري لأنه بحاجة نحن أنه تنحفظ هاي الأغنية يكون إلى وقع السريع تكوني ملتقطة مفرداتها من الشارع من يوميات الناس وهيدا اللي عملته والقصص اللي عم بيكتبها بفتكر الناس كلها بتمسها لأنه بتعيشها عم بيكتب بلسان حالي كأمرأة شرقية عربية والشيء اللي بحسه وعم بيكتب الشيء اللي ما بيبعدني عن الآخر اللي هو الرجل يعني أنا بنصي إذا بتنتبهي في وفاء للرجل لأنه بيعتبر أنه هذا الكائن الجميل اللي ما تم اكتشافه حظي أوفر كأمرأة شاعرة أنه أنا أبحر بعوالمه المرأة تم استغلالها بكتير من الفنون باللوحة، بالمسرح، بالأغنية، بالرواية بالشعر، ما في شعر ما كتب عن المرأة أما الرجل بتحسي حضوره كتير قليل وخجول من هالبابي بحس أنه أنا ملعبي أوسع للكتابي وللبحث بهذا العالم اللي ما تم اكتشافه بالشعر الأفكار ممكن تعيدي صياغتها لأنه نحن بالشعر مش مثل الكاميرا الكاميرا خلص التليزيون الإعلام محرقة بتعطيه، بدك تعطيه فكرة مختلفة تماماً المرة الجاي وإلا يعني بتعملي برنامج واحد بها الفكرة فكرة تانية لازد تكون كتير مختلفة بالشعر فيك نفس الفكرة تعيدي صياغتها بشكل آخر لأنه نحن مش دور الشعر هو كاميرا فوتوغرافية ينقل الواقع ويحطه بالنص لا هو إعادة خلق هذا الواقع إعادة سكبه من جديد لأنه أنت بتضوع مشكلة بس مش شغلتك تلاقي حل يعني هذا الشعر تحديداً نحن مش حلول نحن نطرح الأفكار، أفكار، أفكار ففي متسع للمزيد من الأفكار ما بدي إلك شو بني شو اللي جرالي بهالدني بدي معك ابدى العمر أول سطر بالولداني ولا بدي أحكي شو حصل شو اللي كسر فيي الأمل واللي قال أبدى حكي زال غربني يا موردني ما بدي إلك شو بني بس كوني بتعرفي تحبي بس تكوني بتعرفي تكوني وفية لأحسيسك ومشاعرك بتكوني هلأت حقيقية كلنا منحب، ما في حدا ما بيعرفي حب وما في حدا ما بيعرفي يعيش الإحساس اللي مش مسؤول عنه لأنه بالحب أنت مش مسؤولي عن إحساسك بس الفرق أنه أنا بعرف عبر عن هذا الحب بعرف وصله وبعرف كيف بلوره أما أنه تعيشي الحب وتعيشي الحرية الحرية ملعب آخر قدى بتكوني حرة مع نفسك قدى بتكوني حرة بطرح أفكارك بتقبل أفكار الآخرين إذا بدك بدمج حالك مع المحيط أنت حرة مش أنه تنفصلي عن الآخر وتحسي حالك أنك أنت عصفور طيار هاي الحرية أنا رأيي الحرية الحقيقية قدى نتقن فن التحاور مع محيطنا ونحترمه بشكل ما يؤثر على قناعاتنا يعني مش الحرية أنه أنا بعمل الليبراثي بعمل قناعاتي وآخر همي المجتمع لا أنا عكس عندي الحرية الحرية قدر ما أنا قادرة أحترم محيتي واحترم مجتمعي وبذات الوقت ما خلي أنه يصادر لي طاقتي بإني أعبر عن نفسي مهما بلغتي من الشهرة والأضواء والوصول المرأة الناجحة أو المرأة الحقيقية بدي رجل تسند راسع على كتفه وتحس أنه هي عم تتحرر من كل أوجاعة وهمومة معه هيك الحياة يعني هذه سنة الحياة أما أني أنا ألعب دور الرجل وأني أنا ألعب يعني أني يكون كل شيء بالحياة بعتقد هيدا بصير بنقص من أنوثي وبنقص من جمالية هذه الأنوثي بعتقد أنه أجمل ما حدث معي هو الأمومة يعني الديوان الحقيقي اللي أنا بحس أنه هذا اللي رح يسجل إذا بدك حضور دائم لإليه هو الأمومة لأنه أولادنا هني رسائلنا للزمن اللي جاي فبقدر منصك إذا اشتغلتي عليه وتعبتي عليه رح يعيش ويعيش اسمك كمان ابنك هو استمرار لإليك وامتداد للبكرة اللي جاي ونطلع من بيوتنا وناخد إيدين أمياتنا معنا قمر لهذا الليل يسحب ألف شمس خلفنا آت يجر الصبح كيما يحمل الدنيا إلي سعد السطوح جميعها ليضيء قنديل الهوى ويدس في السحب التحية قمر يراقص نجمتي ويلف آمال البهية أعلو وأهبط والرياح تسوقني والموت يعلم أنني روح عصية فهناك أمي في صلاة وداعها لفت عناقي بانتظار لقائنا ومضيت أحلم أن لقصتنا بقية كل الذين تفرجوا يوما علي أو صفقوا لعروض موتي في شوارع غربتي ها إنني نازل تحية بمجتمعاتنا اليوم أو إذا بدك بالفترة الزمنية اللي نحن عايشين فيها تراجع دور النقد ما بقى فيه نقد بناء يعني يوجهك يصوبك يبني على حيتك مثل ما بيقوله النقد يعني النقد اللي بديو يلعب دور حقيقي هو الشخص اللي يعني أو الشخص اللي بيمد إيد المساعدة يعني هيدا بس الوحيد اللي بيحقق له إنه ينقدك إذا هو عم بيمدلك يد المساعدة في مكان ما أما اللي بس تيفرجي بيلتهي عن الجماليات تيفرجي السيئات وبعض النقد اليوم أنا بقلهم إنه فعلا ما بيتمتعوا بالشي الحلو لأنه ما بيتركوا لحالهم فرصة إنه يتمتعوا بيتركوا لحالهم فرصة يدوروا على الإشياء الصغيرة الإشياء اللي بتخرب الإشياء اللي يعني بكل الأحوال اللي ما بيقدر يكون فنان حقيقي هو اللي بيقدر يكون ناقد موسيقى 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 إرث الأرض في أعلى القباب لكنني ضيعت عمري في مدى رجل ضباب ونسيت كيف أعود من زمن الغياب ما من ربيع ينهر الأحلام صوب طفولتي أو شمس صيف توقد القبولات في شفة الشباب وأنا رهينة وحشتي تضلي الحرائق تحت جلدي كل أحلامي سراب لم أنتبه يوما لزيت خطيئتي وأنا أسرب من شقوق الروح آمال الجسد وأخوض حربا ضد إحساسي الولد لكأنني صلوات من ضاقت بهم مدن الهوى وجراح من جبلت بورد رحيلهم كف البلد وأنا التي أمسيت نذر خلاصنا بصلاة جمعتنا وأجراس الأحد نحن خلاصة تجاربنا العاطفية نحن خلاصة الأشياء اللي بنمرق فيها يعني أنا بالنسبة إلي أنه كل شي بتعيشيه هو بيأسس لنص جديد للغة جديدة أنا بقول إنه هني 28 حرف أنا بيكتب فيهم وإنت بتكتب فيهم وغيري بيكتب فيهم بس كيف تتناولي هال 28 حرف وترجعي تعيدي صياغتهم هي هون الفكرة وهيدا تشير بيميزك عن الغيرك المشاعر كلنا منعيش مشاعر متضاربة كلنا منعيش أحاسيس ممكن تهزمنا بمحل ممكن ترفعنا بمحلات كتير بس انه كيف منعبر عنا يعني هيدا هيدا اللي بيميز عن الشي لذلك بيقلك الكتابة بمطارح معين توصل للحرفني بصير عندك انت طاقة على انك تعرفي كيف تفصل الناس على قياس هيدا الحالة اللي عم بتعشيها يعني وانا بقول مش بس العاطفي يعني انا يمكن يكون الحب هو الحاضر الاكبر بس انا ببعبر عن واجعي مع الارض بالحب عن علاقتي بامي بالحب عن علاقتي بزوجي بالحب يا من اضفت لزهرة اللوز السنون حملت خطاك الصيف عذبا كرفة طيف مرت يداك على حرير غوايت يا مرحبا بالضيف اليوم اشعلني الهوى وانا الملم شمل اجزاء التي احتفلت باعراس انتظارك لأعود لغزك لأعود لغزك كلما عصرت قيودك معصمي او كلما منيت نفسي باخدرارك ها قد ادما لنساء هذه الارض الشاعرة مش عم تكتب لغيرة الشاعرة عم تكتب لنفسها لانه نحنا بنعمل الاشياء اللي منحبها بنعمل الاشياء اللي بترضينا بنعمل الاشياء اللي بتفرحنا قلنا يعني انا كل نص بكتبوا حتى لو كان مغطس بالدموع ويا ما قيلتلك بسترجع يعني اشياء نكد الارض وقت اللي بدي اكتب بصيروا دموعي ينزلوا على الورق وهيك بس بالاخر لما بيطلع نص حلو عقد ما هو فيه شجن وفيه حزن بس بيفرحني يعني لذلك بيقلك انه نحنا بنعمل اشياء لنا مش لغيرنا حياة ما بتعطيكي كل شي بس بالشعر بتخلق حياتك انتي وبتخلق اللي بدك اياه وقف حبيبي نلخجلع حفيت البسمي كل ما يجا يحكي غزل بيضيع الكلمي وبيستحيب اعرف حبيبي بيستحيب وبعز لحظات الهواء كل شي عبانه وبين محيب وبيستحيب اعرف حبيبي بيستحيب بيستحيب